تشارك فرنسا والإمارات إلى جانب مصر واليونان وقبرص في تدريبات ميدوسا التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التدريبات التي تستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل في الإسكندرية تهدف لتعزيز التعاون الدفاعي والتعاون مع الشركاء وقد تلقت ردا تركيا حادا حيث قالت وزارة الدفاع التركية أن المناورات تظهر الجانب الذي يريد يزيد التوتر ويجنب الحوار توترات تصاعدت في المنطقة منذ إرسار تركيا سفن تنقيب في شرق المتوسط الصيف الماضي وكانت الخطوة من ضمن حزمة إجراءات من شأنها تقويض السيادة اليونانية والقبرصية بحسب الاتحاد الأوروبي الذي أعلن أنه سيتخذ قرارا بشأن عقوبات محتملة ضد أنقراء الشهر المقبل يأتي ذلك عقبات توقيع الإمارات واليونان على اتفاقية دفاعية والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين كما تجبر كل دولة على مساعدة الطرف الآخر إذا تعرضت سلامتها الإقليمية للتهديد يذكر أنه في أغسطس الماضي أرسلت مقاتلات من طراز F-16 للقيام بتدريب عسكري مشترك وتتطلع اليونان لشراء طائرات مقاتلة فرنسية وطائرات F-35 الأمريكية كجزء من الجهود المبدولة لتكثيف خطتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات مع تركيا كما كشفت وسائل الإعلام في أثناء أن وزارة الدفاع اليونانية لديها خطط أيضا لشراء أنظمة الاستجابة للطائرات بدون طيار خلال عام 2021